اشتركوا في القناة نسير تحدياتنا لشوطنا الحادي عشر وهو الشوط الخاص بالقعدان لذاع المحليات الاصائل انطلقت هذه النوعيات هذه الدفعة من جديد لتتنافس لنيل الفوز والناموس والانتصار حيث نسير بحضراتكم ايها المشاهدين الكرام الى مقدمة هذا الشوط الى المقدمة والصدارة حيث المنافسات بلا شك خوي من خلال تواجد هذا الانطلاق وهذا التحدي وهذه المنافسة الشيقة نبدأ بسم الله ونسير مباشرة الى المركز الاول حيث يتقدم مرزام تعود ملكيته خليفة بن سعيد بن سالم الجنيبي يتقدم ويقدم لنا مرزام في المركز الاول بينما المركز الثاني هذا اللي وصلت الان في او وصل في المركز الثاني مايهاب تعود ملكيته عبدالله بن خميس الرزي الشامسي يتواجد على المركز الثاني اما المركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث تعود لتابع مياس فعيد بن احمد بن حلوة الاكتبي يتقدم للمركز الثالث بينما المركز الرابع في هذه اللحظات وصولا من قبل شرغان لمنصور بن سعيد بن رقراقي المزروعي يتقدم في هذه اللحظات إلى المركز الرابع المركز الخامس من الجانب الآخر ناخذ سادس المراكز ياتي شعار بالعود معم سامح مبارك بن حمد بالعود العامري إلى المركز السادس سابع المراكز هنا يتقدم سليح لنواف بن محمد بن جابر بوساق اللي يحتل المركز السابع في هذه اللحظة المركز الثامن المركز الثامن وصل شاهين علي بن محمد بن حميد الجنيبي ياتينا ثامنا تاسع المراكز وصولا من قبل معذور عبدالله بن يمع بن رحمه الدرمكي والمركز العاشر المركز العاشر في هذه اللحظات يصل مكابر لمحمد بن شطيط بن قميش يتقدم ليحتل المركز العاشر يا بو حارب هذه النتيجة لمراكزنا الأولى المتقدمة والذي نسير من خلالها بمنافسات قوية وشديدة وان شاء الله بالتوفيق للجميع خلال حصوله على القامة متقدمة خاصة مع المراكز العاشر الأولى عودة إلى الصدارة وإلى القمة وإلى المراكز الأولية ما شاء الله شوف التحدي والمنافسة بقوة أشواط هذا اليوم بالمنافسة الشيقة العملاقة التي دائما تدور منافساتها وأداءاتها الجميلة بالمشاركة والمنافسة والتحدي أعود إلى البداية والمركز الأول لا يزال برزام لا يزال يقود هذه المجامعة برزام في المركز الأول يا السلام أهالي المرموم قادمين أهالي المرموم بالمشاركة خليفة بن سعيد الجنيبي خليفة بن سعيد بن سالم الجنيبي لا زال متقدم أحد شباب المرموم الواعدين دائما بالمنافسات والمشاركات القوية المركز الثاني أناك بن حلوة يتقدم حيث يقدم بياس سعيد بن أحمد بن حلوة في المركز الثاني بينما المركز الثالث المركز الثالث ياتيم سامح يتقدم سامح أيها المتابعين الأعزاء بارك بن حمد بن العود العامري حيث يقدم بالأمس نقطتين مع سن اللقاية في انطلاقات الأمس واليوم يعني منافس بمسلم منافس جميل بأنك تشارك وتنافس وتحقق انتصار في ظل هذا الكم والكيف من الهجن الطيبة الهجن الأصال مع ختم التمهيدي المرموم بينما المركز الرابع المركز الرابع هناك دار راشد بن مصبح بن محمد القاية يقدم الدار حيث يسير راشد بن مصبح بن بطي القاية المركز الرابع أما المركز الخامس المركز الخامس عندك يا برقراقي يحتل قامس المراكز في هذه اللحظات ويسير برق راقي مشاهدين الأعزاء إلى المركز الخامس سادس المراكز وصل الآن مايهاب عبدالله بن خميس الرزي يحتل المركز الثامس سادس المركز السابع هذا اللي تدخل الآن وسار شاهين علي بن محمد بن حميد الجنيبي إلى المركز السابع هذه سبعة مراكز إن شاء الله وأنه يعني تثير تثير هذه السبعة بنعود إلى مرزام ودى إلى مقدمة الشوطي الجنيبي يا سلام لا زال مسيطر مرزام على وضعية المقدمة وضعية المقدمة والانطلاق والإصرار على الفوز وتكرار الإنجازات يعني هذا القعود هذا الموسم شارك مشاركات قوية ومنافساته زينة في كل المشاركات وكل الأحوال خليفة بن سالم بن سعيد أو خليفة بن سعيد بن سالم الجنيبي لا زال مسيطر يقود المجامع كالعادة هو ينتصر في النهاية بينما هناك المركج الثاني المركج الثاني واصل بن حلوة واصل بن حلوة يعني أهالي القوانيج خطيرين للغاية ألف ومئتون على خط النهاية هناك المركج الثاني بياس سعيد بن أحمد بن حلوة تحت المركج الثاني بينما مسامح يحاول مسامح جميل لأنك تسير في عام السامح وتأخذ يكون مسامح جدا هذا هو مسامح لنبارك بالعود العامري يصل في المركج الثالث بينما المركز الرابع واصل شاهين علي بن سعيدة وعلي بن محمد الجنيبي يتقدم إلى المركز الرابع هذه الأربع المراكز الأولى خطيرين للغاية بينما بن عويضان يتقدم للمركز الخامس مع هجام محمد بن عويضان العامري ولكن العود خلاص الجنيبي طار ممثل المرموم راح ممثل المرموم إلى وين؟ إلى المرموم بالسلام والتحية ها هو مرزام في المركز الأول حتى اللحظة حتى اللحظة هي يعني الخطورة قادمة من شعار بن عويضان شعار هالي ند الشبه لكن أظن أنه خلاص مرزام بيهدي التحية والسلام إلى خليفة بسعيد بن سالم الجنيبي إلى هالي المرموم إلى هالي المرموم يا سلام حرك يا محرك حرك يا محرك والمركز الثاني هاجم هاجم هجماتها قوية هجمات مرتدة عندك يا بن عويضان حمد بن محمد بن عويضان العامري يحتل المركز الثاني مع هجام ولكن خلاص مرزام من البداية حتى النهاية قام راس وانها الشوط راس مرزام مصيطر خليفة بسعيد بن سالم الجنيبي والله اللحظة الأخيرة اللحظة مثيرة اللحظة الأخيرة مثيرة بين هجام ومرزام بين مرزام وهجام هجام ومرزام مرزام لا زال من البداية وهجام يهجم هجوة قوية هجمة مرتدة إلا أن مرزام مصيطر سلام وتحية لآله المرموم من البداية قاد الشوط إلى النهاية من البداية إلى النهاية فى ختامية هجوة المرموم تهانينه والناموس خليفة بن سعيد بن سالم الجنيبي ممثل المرموم ينطلق ينتزع المركز الأول سلام وتحية لهالي المرموم المركز الثاني يأتي هجام لحمد بن حمد بن عوضان العامري المركز الثالث يصل شاهين علي بن محمد الجنيبي الرابعا مسامح بارك بن حمد بن عودة العامري وخامسا ندار لراشد بن مصبح بن بطيل قايدي هكذا كانت النتيجة هكذا كان المسار عودة إلى مرزام وهو من يفوز بناموسي هذا الشوط ليهدي أهالي المرموم مشاهدين الكرام في هذه الانطلاق هذه التحديات برزام سنين والنموس سبع دقائق أربعة و 1977 ثانية الرابعة من الثاني ثانيا والنموس خليفة بن سعيد بن سالم لينيبي حيث فازة بنなموس هذا الشوط وسلام إلى المرموم سلام وسلام ليني جنيبي سلام بينهما مشاهدين الكرام حل في المركز الثاني هذه الانطلاق بأربعة و 940 ثانية وجزء واحد من الثانية هجام حمد بن عوضان العامري حيث حل في ثاني المراكز بهذه المشاركة وقطع هذا التوقيت وهذه المتابعة المركز الثالث المركز الثالث في نص المشاهد الأعزاء إلى تواجد الدار أو شاهين حل في المركز الثالث علي بن محمد بن حبيد الجنيبي خد ثالث المراكز وتوقيته الزمنية أمامكم على الشاشة سبع دقائق خمسين ثانية جزئين من الثانية ثانين نوالناموس الجميع على الفوز والمشاركة في هذا الميدان والمشاركة في انطلاقات المربوط شاهدين الكرام متابعين الأفاضل ها هي الانطلاقات فكوالا مشاهدين ومتابعين الكرام وانطلاقة شوطنا الثاني عشر مدبعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا الثاني عشر الخاص مشاهدين اشتركوا في القناة